التزم العزير الأول خلال عرضه لبرنامج الحكومة برفع الأجر الأدنى المضمون وهو المطلب الذي طالما رفع إلا أن حسابات كبيرة ستجعل من تنفيذه صعبا على رأسها الشحو المالي هذا المواضيع لازم لها وقت يكون في الأجال المتوسطة من 6 شهر حتى العام ممكن ربما في قانون المالية 21 ستكون الأمور هذه مسطرة لكن الآن هناك أولويات هناك استعجال لازم نشر الثقة هذه لازم نعود ونسترجع المواطن البسيط اللي يقول أنه برامج الحكومة ممكن أنها تحقق إذا كانت ترفضهم 8 حتى الـ 25 راح 7000 دينار ومش سهلة لما تضربها في عدد الموظفين يعني ذلك في قطاع العمومي وقطاع الخاص يعني راح تكون مبارق كبيرة وتكون أنفلوب كبيرة بزاف نظن باللي الحكومة عندها تحدي كبير في هذا النقطة بالضبط وما تنساش بلي راهي جيب التوازي يعني أون بارلل مع قضية ترفع اليد ليرجع للاقتطاع حتى وإن رفع الأجر القاعدي فإن حجم زيادة وضمان جدوها أهم ما يرفع عنه زيادة الحد الأدنى من العجور لابد أن يكون بالموازات استقرار في الأسعار لأنه لا فائدة إذا ما زلنا في العجور وارتفعت الأسعار وهذه هي الإشكالية وهذا هو التحدي إذا ما نأخذه باليمين يتم أخذه باليسار ما لها كدك ما درناول نحن نعتقد أنه أقل من 30 ألف دينار ما لا يمكن الحديث عن أجر قاعدي يعني يضمن كرامة المواطن الجزائري يذكر أن الأجر الأدنى المضمون كانت قد رفعت قيمته إلى 18 ألف دينار سنة 2011 حينها كان الدولار يساوي 73 دينارا وهو حاليا عند 117 فضلا عن تضاعف أسعار غالبية السلع والخدمات منذ ذلك الحين لتعطى النظرة عما يكابده المواطن البسيط ترجمة نانسي قنقر